بصورة بطيئة حيث نقوم ببسط بعض الأفرشة على الرمال وفي تلك اللحظات يعود الشاي ومعه تعود حديثاً ليل ساحرة وتبدأ النظرات نحو السماء محاولة التنبؤ بدرجات الحرارة في اليوم المواجه قيل أنه لا أحد تقريباً يستطيع التكهن بما يحمله القدر عداء أحد الأباء الكبار الذي كان ينظر إلى النجوم ويتمعاً في لمعانها متكهناً عن أحوال الطقس المتوقعة معرفة هذا الرجل بعلم الفلك والمنع كانت مبنية على قدرته في الملاحظة وأسماء الشهور التي يعرفها فقط بالطريقة الحسانية كما كان يحدثناكاتي عن الإبن وصولوكها في زمن اشتداد الحرارة وقدرتها على تذكر المناهل التي شرابت منها في السابق ولو لمعرفة واحدة فقط شكراً 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 شكراً